الزلزال الزلزال هو اهتزاز مفاجئ وعنيف لسطح الأرض ينتج عادة عند إطلاق الطاقة في القشرة الأرضية بسبب حركات الصفائح التكتونية أو النشاط البركاني وهي ظاهرة طبيعية تحدث عندما يحدث تمزق مفاجئ أو انزلاق على طول خط الصدع مما يؤدي إلى موجات زلزالية تنتشر عبر الأرض ينقسم الغلاف الصخري للأرض إلى عدة صفائح تكتونية كبيرة تتحرك بالسمرار تحدث الزلازل في المقام الأول على طول حدود هذه الصفائح حيث تتفاعل فيما بينها ويمكن أن يؤدي إلى إطلاق الضغط المطراكم على طول هذه الصفائح إلى حدوث الزلازل النقطة داخل الأرض التي ينشأ فيها الزلزال تسمى البؤرة أو مركز الزلزال هو الموقع الفعلي الذي يحدث فيه انزلاق الصدع ويتم إطلاق الطاقة الزلزالية المركز السطحي للزلزال هي النقطة الموجودة على السطح مباشرة فوق البؤرة وهو الموقع الذي يستخدم عادة لوصف وتحديد موقع الزلزال الموجات الزلزالية أو السايزمية هي موجات من الطاقة تنتقل عبر طبقات الأرض وهي ناتجة عن الزلازل أو الانفجارات البركانية أو حركة الصهارة أو الانهيارات الأرضية أو التفجيرات الاصطناعية علم الزلازل هو العلم الذي يهتم بدراسة الموجات الزلزالية وذلك لمعرفة التفاصيل الدقيقة عن الصفات الطبيعية لباطن الأرض تنتقل الموجات الزلزالية ويتم تسجيلها عن طريق جهاز قياس الزلازل هناك عدة أنواع مختلفة من الموجات الزلزالية كلها تتحرك بطرق مختلفة النوعان الرئيسيان هما الموجات الصطحية والموجات الباطنية تنتقل الموجات الصطحية في الطبقات العليا من القشرة الأرضية ولهذا سميت بالموجات الصطحية وتسبب في إحداث حركات صطحية للقشرة الأرضية تنقسم الموجات الصطحية إلى نوعين هما موجات لوف وموجات رايلي تتميس موجات لوف بأنها أسرع الموجات الصطحية انتشارا وتتحرك جزيئاتها على سطح الأرض بحرة أفقية جنبا إلى جنب أما موجات رايلي فتنتشر بشكل إهليجي وذلك في مستوى رأسي موازي لحركة انتشار الموجة وبسرعة أقل من موجات لوف السبب الرئيسي في التدمير الذي تسببه الزلازل هي الموجات الصطحية بشكل عام وموجات رايلي بشكل خاص تتميز الموجات الباطنية بقدرتها على الانتشار في باطن الأرض بسرعات تختلف باختلاف خواص الصطح الذي تمر فيه وتنقسم إلى نوعينهما الموجات الطولية أو الأولية والموجات المستعرضة أو الثانوية الموجات الطولية هي أسرع وأول الموجات ظهورا على جهاز قياس الزلازل يمكن أن تنتقل عبر المواد الصلبة والسائلة وتحمل من الطاقة قدرا أقل من الموجات المولدة من نفس الزلزال أما الموجات المستعرضة تكون سرعتها أقل من الموجات الطولية وتنتشر في المواد الصلبة فقط ولا تنتشر في السوائل وهي تحمل من الطاقة قدرا أكبر من الموجات الطولية وتكون سعتها أكبر من سعة الموجات الطولية يستعمل في الوقت الحاضر نوعان من محداد قياس الزلازل الأرضية الأول هو مقياس وصفي أي أن الزلازل يتم مقياس شدتها عن طريق مشاهدة ووصف التأثيرات الناتج عنها وفي هذه الحالة تكون شدة الزلزال مختلفة عسب القرب أو البعد عن البورة ويمكن أن تصنف الزلازل وفق الشدة الزلزالية وحسب درجة الدمار الذي تحدثه أو تحدثه في موقع ما أهم مقاييس الشدة الزلزالية وأكثرها شيوعا هو مقياس ميركلي المعدل الذي يقسم إلى 12 قسما يكون تأثير الزلزال في الشدة رقم واحد قليلا إلى درجة قد لا يشعر بها بدون جهاز تسجيل زلزالي ويتدرج المقياس في تصنيف درجات الدمار وصولا إلى الرقم 12 الذي يعكس تدميرا كاملا للمنشآت أما المقياس الآخر فهو مقياس حسابي أي أن الزلزال يقاس باستعمال معادلات رياضية خاصة تعتمد على سعة الموجة المسجلة وهذا المقياس لا يتغير نتيجة القرب والبعد عن بؤرة الزلزال وإنما يعطي قياسا لطاقة الزلزال في البؤرة نفسها وأكثر المقاييس الرياضية استعمالا في الوقت الحاضر هو مقياس رختر حيث يصنف الزلزال اعتمادا على الكمية المطلقة للطاقة المتحررة عند حصول الزلزال وتسمى هذه القيمة بالمقدار الزلزالي راصد الزلازل هو الجزء الحساس للغاية الموجود داخل جهاز قياس الزلازل الذي يتكون من كتلة معدنية ثقيلة معلقة بواسطة سلكين زنبركيين يقوم راصد الزلازل برصد حركات الأرض الطبيعية مثل الزلازل وثوران البراكين أو الصناعية الناتجة عن الأنشطة البشرية مثل الانفجارات يتم تثبيت جهاز قياس الزلازل بشكل آمن على سطح الأرض بحيث تهتز الوحدة بأكملها باستثناء الكتلة المعدنية الثقيلة المعلقة والتي تظل في نفس المكان عندما تهتز الأرض تعتمد أجهزة القياس الزلزلية على مبدأ القصور الذاتي كما يصفه قانون نيوتن الأول والذي ينص على أن الأجسام الساكنة تظل ساكنة والأجسام المتحركة تظل متحركة على خط مستقيم وبسرعة ثابتة ما لم تؤثر عليها قوة خارجية مرسمة الزلازل هي البيانات التي نحصل عليها وتكون على شكل تسجيلات زلزالية وخطوط متذبذبة المحور الأفقي يمثل الزمن ويقاس بالثواني والمحور العامودي يمثل الإزاحة الأرضية ويقاس بالمليمتر يتم استخدام البيانات في تحديد وتوصيف الزلازل ودراسة التراكيب الداخلية للأرض ترجمة نانسي قنقر